السلام عليكم درسنا هذه الحصة هو ضرب الأعداد العشرية إذن نبدأ بالتعرف على حساب جداءات خاصة يعني بدون إنجاز العملية وهي عندما نضرب عدد صحيح أو عدد عشري في 0.1 أو في 0.01 أو في 0.001 إلى غير ذلك أو عندما نضرب عدد عشري في عشرة أو في مئة أو في ألف إلى غير ذلك إذن لضرب عدد عشري في عشرة أو في مئة أو في ألف إذن نزيح الفاصلة برقم إذا ضربنا في عشرة أو برقمان إذا ضربنا في مئة أو بتلاتة أرقام إذا ضربنا في ألف إلى اليمين نأخذ مثال إذن 7.536 في مئة إذن هنا في مئة إذن نزيح الفاصلة برتبتين أو برقمان في اتجاه اليمين إذن فتصبح النتيجة هي 753.6 أما لضرب عدد عشري صحيح أو عدد عشري في 0.1 أو 0.01 أو في 0.001 إذن نزيح الفاصلة برقم أو رقمان أو ثلاثة أرقام هذه المرة إلى اليسار إذن نأخذ مثال بعدد صحيح إذن العدد صحيح 786 في 0.001 إذن هنا نزيح الفاصلة بثلاثة أرقام في اتجاه اليسار إذن كما نعلم أن الفاصلة في العدد الصحيح تكون خلف الوحدات إذن نزيح الفاصلة من خلف الوحدات أي من خلف ستة بثلاثة أرقام إلى اليسار فتصبح النتيجة هي 0.786 بالنسبة العدد عشري إذن 314.8 مضروبة في 0.01 إذن هنا نزيح الفاصلة برقمان لدينا صفران إذن نزيح الفاصلة برقمان دائما في اتجاه اليسار إذن الفاصلة بين 8 و 4 إذن نزيحها برقمان في اتجاه اليسار فتصبح النتيجة 3.148 نمر الآن إلى طريقة تقنية الاعتيادية لضرب عدد عشري في عدد صحيح أو في عدد عشري إذن للقيام بهذه العملية ننجز العملية كالمعتاد دون الانتباه إلى وجود الفاصلة كما سنرى في المثال التالي إذن 23.15 في 8.7 إذن نضع العملية ثم نقوم بالعملية كالمعتاد إذن 7 في 2315 تساوي 16.105 8 في 2315 تساوي 18.520 نقوم بالجمع إذن النتيجة تساوي 12.145 إذن في النتيجة هنا يجب أن نضع الفاصلة في آخر العملية إذن كما نرى في العددان الجزء العشري للعدد الأول يوجد رقمان في الجزء الثاني يوجد العدد الثاني يوجد رقم واحد إذن نجمع الجزئين العشرية للعددين إذن الرقمان في العدد الأول والرقم في العدد الثاني هي ثلاثة أرقام إذن نضع الفاصلة بثلاثة أرقام بدءا من اليمين إذن نحسب ثلاثة أرقام من اليمين ونضع الفاصلة وتصبح النتيجة 201.405 وشكرا